اشتركوا في القناة السلام عليكم أحبابي المشاهدين الكرام في حلقة سابقة سبق وأن تحدثنا عن آفة التدخين وعن المخاطر التي يمكن أن تترتب عن التدخين إلى درجة الوفاة إلا أنه أشرنا إلى أن في الآوينة الأخيرة أصبح التدخين على مستوى المراهقين والشباب أكثر فنجد الكثير من المراهقين والشباب في أبواب المدارس والمؤسسات التربوية أو في نوادي تقيل الشباب يدخنون بدون علم أبائهم وكأنه نوع من التحدي وإثبات الدات على أنهم قادرون على الحرية الشخصية ومصاحبة بعض الأشرار ويعتبر التدخين بوابة كما قلنا لشتى أنواع المخدرات وبالتالي إلى شتى أنواع الإجرام ولياذ بالله لذلك مدام أن الموضوع مهم للغاية فإننا سنخصص هذه الحلقة للتدخين والإدمان عند الشباب والمراهقين معنا دائما فضيلة دكتور عبد السلام الكرومبي رئيس الجمعية المغربية المحاربة التدخين والمخدرات وهي جمعية فاعلة جدا يعني عندها نشاطات كثيرة داخل المغرب وغارج المغرب بالإضافة أن دكتور عبد السلام الكرومبي نائب رئيس الاتلاف الوطني لمكافحة المخدرات والمخدرات عندهم واحد الآفة كبيرة في المجتمع ككل والكل يعرف أن عندها آفة كذلك داخل المجتمع المغربي وكثير ما تنشاهده يعني في وسائل التواصل الاجتماعي أن فلان قتل فلان خرج على فلان كذا فمع الأسف السبب تصب أنه تعطى نوع من أنواع المخدرات واللي كان في البداية يدخين فقط تيبوخ لأنه أصحاب تيبوخ أصدقاء السوء ولياذ بالله إذن هنا قد نرجع لهذا الموضوع علش تفرشتها الظاهرة في السنوات الآخرة خصوصا العشر السنوات الآخرة في صحبوب الموقع المراقين والشباب وكيفاش أنه يعني ستسبوا هذه الحرية وهذه الفلوس لأنه نرى مش سهل باش الواحد يتعطى للتدخين وبالتالي المخدرات يعني كيف؟ هنا شكرا إلى سمحتي بالجواب هنا كنستحضر اتفاقية دي المنظمة العالمية الصحة اتفاقية الإطار اللي وضعتها في 2016 من أجل تصدي لهذه المخدرات ولكن استجارة على وجه الخصوص ولكن بطريقتها ما هي أنها ارتأت أن تعمل على أن تخفض طلب وأن تخفض العرض يعني بحثت عن طرق التي يمكن بواسطتها أن نخفض المعروض هي سياسة لم ترى الناجح الكامل أو طبعا لعدم تفعيلها بالشكل اللائق مثلا نحن نرى هناك نقط عديدة تتكاتر يوما بعد يوم أمام مدارسنا وأمام فضاءاتنا التعليمية والتربوية هناك نقط كثيرة للبيع وهذا كما قلت ييسر الولوجية وإذا استحضرنا أيضا العوامل الموضوعية التي يمكن أن تجلب المراهقين وأن تزيد من أعدادهم بالتالي هي توفر هذه المادة المخدرة يعني الولوجية وأن كلوبي يعمل على هذه زيادة المعروض وتعلمين ربما عدد الأنواع التي تتزايد بشكل رهيب من سنة لأخرى عدد أنواع المقدرات خاصة الصناعية أتحدثون عن الصناعية التي تأتي من كل حدب وصو والمغرب لسوء حظه أنه تواجد في موقع استراتيجي يعني عابر نقطة عبور يعني هذا موقع أهله ليكون نقطة عبور ونقطة عبور لابد أن يبقى فيها شي شوية هذا من جهة يعني هناك العامل جغرافي هذا بالدرجة الأولى ثانيا نمشي للعامل الجماعي أنه فعلا هناك وجود عدم التقائية بين مكونات المجتمع في بلورة سياسة حقيقية يعني كلهم كنقول لك يلغي بالغاء واحد مجتمع المدني عنده رؤية ولا ما عندهش قاعد رؤية الطرف الرسمي كذلك وأنك وزارات هذه كلها أسباب هذه كلها أسباب تتساهم زائد السبب الفرضي الشخصي اللي قلناه هو المراهقة أن الإنسان يروم فيها إلى تحقيق ذلك كيف الخلاص؟ نحن بغي نشي حلو والله يعطيك السلام نعم قلت بالنسبة للحلول يجب أن نستأنسى بتجارب الآخرين هذه مسألة محمودة ولكن قبل ذلك يجب دراسة واقع الحال عندنا يعني ليست الأسباب هي الأسباب وليست الدوافع هي الدوافع وليس واقع الحل وهو واقع الحل هناك هذا مجهة مجهورة مدخلات هذه الحلول يجب أن نتخلص من فكرة على أن الحل هو حل طبي هذا خطأ شائع لأن هنا يجب كان ترفنا أن هذه الظاهرة هي تؤثر على العقل وعلى السلوك وعلى الجسم إذن أي حل ناجع وجدي يجب أن يراعي هذه الأبعاد في الإنسان المدمن أو في الظاهرة ككل نحن نؤمن أنها الظاهرة يعني شرائح كلها معنية يعني فعلا هم المراهقين هم الأكثر عرضة ولكن شرائح الأخرى للأغنياء للفقراء للأصحاب القراء للناس اللي سكني في المدينة للطبيب والأستاذ للإنسان العادي كله يعني معرض يعني هو كما قلت في البداية لأرجع لأقول أنه اختبر حقيقي للجميع إذن هذا أي حل حل يجب أن يكون في دائرة تضم البعد النفسي والبعد الدهني للشخص والبعد الجسدي والبعد السلوكي ما معنى هذا القول هو أن البرامج التي يجب أن تنبتق من سياسات عامة يشارك فيها يعني كل فاعلين كما قلت يجب أن تكون هناك التقائية بين فاعلين لبلورة برنامج يمكن أن يعني أن يطبق على أرض الواقع ويدخل فيه أو يساهم فيه الطبيب النفسي والسياسي والمعالج النفسي والمربي والأم والجمعيات الآباء والأمهات والأطور أيضا البداغوجية والشخص أيضا يجب نفسه الذي يتعاطى نعم يجب أن نغير أو ننشئ الخطابا يمكن أن ينفذ جميل هذا الخطاب هو اللي بريت كده لها أستاذ الكريم غادي نهيه بها الحلقة يعني كيف نتواصل أنت أستاذ التواصل طبعا كيف تتواصل الأم مع الطفل اللي اكتشفت بأنه بدأ يتعاطى سواء التدخين أو الخطيرات كيف يتواصل الأب مع طفل دياله يغوت عليه يضربه يقفيه ما يبقى شيئ يغضر معه كيف وشخصه الأب يأخذوا دورات كوينية باش يتعاملوا مع الطفل اللي اكتشفوا أنه أو مع المراهق لأن أقول الطفل مع المراهق والشاب اللي بدأت يتعاطى كيف هذا الحوار كيف يكون تواصل؟ إذا كان لهذا الإدمان من مزية فإنه يدفعنا إلى التساؤل مثل ما تسألتنا الآن عن التواصل يعني نحن كمجتمع تواصلنا هو حول المواضع ليست مركزية بالأساس تماما إذن كيف نحن نحرك هذا التواصل يجب أن وثيقة وثيقة نعيد دور الطاولة الطاولة في الأسرة المغربية لم يعد لها دور كمكان يعني حول الطاولة يجب أن نجتمع حول الطاولة يجب أن يعي المربون بالخصوص الأب والأمهات أننا دخلنا عصرا جديدا فيه يعني إكراهات جديدة ليست كالسابقة يعني يجب أن نستعد بما فيه الكفاية أن نقرأ أننا أن نقرأ أننا لم نبحث كثير أو مسؤولياتنا في التربية لم تأخذ حقها لا ننتظر حتى أن الطفل يقع في المحضور ونتسأل ونبقى ألا بغتي تقول وقايا تماما لما في حال اسمه موقع المحضور نغوته على الطفل نضربه ولا أننا نتعامل معه بلطف أو بشي طريقة أخرى لأننا تصعف أن الشاب أو المراهق تتحدى إذا قلت لهم ما تعملش حاجة هذا يبغي يديره نعم يجب أن نتقاسم معه تمثل دياله لهذا السلوك الجديد دياله أن نتقاسم معه أن نعرفه ولكن هذه تحتاج قدرات على مستوى التواصل أن تسافر إلى مخزون أو إلى ما يكتنزه في دماغه يجب أن تكون لدينا هذه القدرة على الصفر لا أن أراه أن أكون مقابلا له أنه لا يفعل ما أريد أنا يجب أن أغير زاوية زاوية النظر إلى طفلي هذا أن أعرف أن أصاحبه أن أعرف هذه الخريطة الدهنية خريطته الدهنية والتمثلات والميول يعني هذه المحصلة كلها يجب أن أضع أمامي وأستطيع تحليلها للتعامل معها أما قلت أن أضربه لأن الأكثرية طريق القصيرات أن نضربه نقل له نحلفين نزوله لا تدير حاجة لا تبشيش معه ضالبا ما يكون الضرب أو هذا الشتم يكون هو انتقام للدات وليس في إطالة تربوية هذا اللي أقول حتى سلوكياتنا التي نعتقد أنها تربوية فهي فقط هي استجابة لحاجتنا نحن وليس لحاجة في كثير من الأحيان تكونوا مشاكل بحلقة للأبناء الزوجة يلوم المرأة تقول أنتنا لمحسنتيش تربية تلمديتها في ولدك العكس الصحيح فتتخلق مشاكل أخرى إذن هذا لابد من واحد العقل واعي واحد الحكمة والتبصر نشوفه عند معالجين إعادة مراجعة الأدوار نحن كأبا ماذا مطلوب مني أو أنا كأم ماذا مطلوب مني يعني إلقاء اللوم على الآخر هذه مسألة سهلة جدا يجب هل لدي الجرأة على أن أراجع نفسي أن أراجع أدواري أنا من موقعي أي موقع كنت أستاذ وكنت أبو كنت هذا الموقع يعني اللطاش دي كل يقسم يلزمون مراجعة حتى يكون التدخل مناسبا هذا الأمر يتطلب مني جهدا جهدا يعني كبيرا جدا يجب أن أبحث يجب أن يجب علي أن أستثمر بعبارة يعني لأن الأسرة هي هي دولة هي مشروع وما يقصده المشروع من من أدوار العناصر المشكلة للمشروع وما ينبغي وما أنتظره أن يخرج من هذا المشروع يعني يجب أن أحلل المدخلات هل هي مناسبة للمقرجات عجبتني سيد العسلام نكرم بي وبها قد نختمه ومدم أنه مشروع هي أكبر استثمار أكبر استثمار هم الوليدات يعني إلا خلينا توفينا وخلينا وليداتنا يذكروننا بخير ويقول الله رحم الله ربك ويكونوا تيدعوا معنا فهذه هي حياة الحقيقة البرزخية نترقى في قبورنا بسبب أولادنا ومن سوش الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يمرون إذن هنا إعادة مراجعة مراجعة أدوار الأدوار ديالآباء قبل أن تكلموا على أدوار أخرى إذن نشكرك فضيلة الأستاذ الكريم لأن هذه الحلقة المتميزة في الحديث عن كيف الخلاص بالنسبة المراهقين والشباب اللي بدأوا تعطوا التدخين اللي هو بوابة للمخدرات ولبوابة أخرى كذلك للإجرام والأمور كثيرة يمكن أن لا تحمد عقباها في مجتمعاتنا إذن أحبابي المشاهدين الكرام نشكركم على حسن الإصلاة نتمنى أن نلقاكم في حلقة قادمة مع موضوع جديد آخر ومع عالم جديد آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء اشتركوا في القناة